تعرض الرئيس الأسبق زير العبيدي بن علي لمحاولة اغتيال في السنوات التي عملت فيها معه في السنوات التي عملت فيها معه المحاولة الوحيدة هي الاغتيالة قبل كانت هناك محاولة تنقلاب ما يسمي بالمجموعة الأمنية مبرمجة ليوم 8 نوفمبر 87 وسبقها التغيير الذي قام به الرئيس بن علي اعتمادا على الدستور حركة الاستباقية في سبع نوفر على شيخوخة رئيس زعيم الحبيب بورجيبة ووضعه أصحي آنذاك ولكن كان هناك هذه حركة استباقية منه وليست محاولة انقلابية عليه وبالضبط وهذا وهذا في حد ذاته معترف به من بعض قيادات النهضة اثنين بأن النهضة هي التي حاولت أن تفعل ذلك ولكن هل حصل محاولة انقلاب أخرى بعد تسلوم السلطة في بداية التسعينات بعد توتر الأمور وبعد انتخابات تسعة وثمانين في بداية التسعينات وزارة الداخلية آنذاك أعلنت أن هناك مجموعة تعد لإعتداء بالتوجه نحو الطرف من أطراف الخارج للحصول على صاروخ ستنجر لاستهداف الطائرة الرئاسية إلى آخره هذا ما ترح آنذاك ولاست أدري أين وصلت الأمور في التتبع على الموضوع هذه هي محاولة الوحيدة محاولة الاغتيال الوحيدة باعتخاذك هذا ما أعلمه لا أعلمه غيرها وهل أيضا النهضة هي التي تتحمل مسؤولية ذلك الذي اتهم آنذاك من قبل الوزارة من قبل التحقيقات أو المعلومات التي توفرت والتي جاءت في بيان من الداخلية توجيه الأصبع الاتهام كان على الأقل جناح في الحركة الإسلامية c inne compliqué ترجمة نانية ترجمة نانسي قناند ترجمة نانسي قنع الترجمة نانسي قنع هناكkat